اشتركوا في القناة والنساء والرجال اللي امتهنوا صناعة المحتوى في اليوتيوب المغربي ولكن بطريقة لإيجابية معنا ومعكم اليوم سيدة من السيدات المغربيات اللي اخدوا على العاتق ديالهم مسؤوليات انهم يقدموا محتوى هادف معنا ومعكم طباخة امال تهراث باسم طباخة امال سيدة امال السلام عليكم وشكرا على الاستضافة مرحبا بكم اولا كان مرحبا بكم ودارداركم طبيعة الحال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للا امال حدتنا كيفاش بديسي مشوارك في اليوتيوب بعجالة بالنسبة اليوتيوب كانت عندي فكرة غالط على اليوتيوب قبل يعني ما كانتش ما كنتش معمرة بها راسي وما كنتش ندخل اليوتيوب بزاف الا كنت كانت ببعو حد سيدة اللي من خلالها انا داب معكم هنا من بعد الله سبحانه وتعالى ومن خلالها انا معكم السيدة مريم براكات هاديك الي كنقول انا ملكة اليوتيوب لان هاديك عطات صورة مشرفة وعطات وحد الواجهة للناس من خلالها تعلموا الناس بينت الناس بينت نساء مكافحات يعني ما شاء الله عليها ومن ضمنهم العبد في الله يعني وكانت فكرة عندي كتما قلت لك شدها غلط وكان عندي الزوج ديالي الله يرحمه رحمه رحمتنا واسع والله يرحم جميع عمواتنا كان عنده فاشل كلاوي كان دياليس واناكت كان خدم يعني بعجالة اناكت كان خدمت اندي الخبز تمشي عند الناس معروفة غير في الموحيط اللي انا ديرا به من بعد جاو وحد الجمعية اللي اكتشفوني وبغوا يعونوني وقال لك انتي مكافحة يعني ستخدمي وما بغاش تشديد مثلا الفلوس بغا تخدمي احنا غنمولوك في وحد المشروع ومدام انتي عندك المهينة ديال الطبخ غنديرولك المتاريال المسائل هذا جابوا المتاريال وكل شي ولكن ما بقيت ما خدمتش ما خدمتش عيطت الوحد السيد إلا الله يجزيها بخير والله يشفي لها بنتها خديجة الله يحفظها مسكين والله يحفظ لها بنتها المهم عيطت لي المريم باركات جات عندي صورت معي وأنا فرمدان تنذير الخبز تنذير البغرير تنذير بطبط معمر وتنخرج فرمدان تنبيع تنتعون أنا وزوج ديالي رغم المرض دياله ورغم يعني المعاناة دياله كان كيوقف معايا مسكين والله رحمه رحمة واسعة والله يجعل متواه لجنة والله يرحم جميع أمواتنا مهم ناضل معايا مسكين ووقف معايا وصورت معايا هداك الفيديو من بعد هداك الفيديو دار دججة في العالم أنا ما عنديش هذيك السعى قناتي غير لاحتو في القناة عندها هي من بعد ذات واحد الشهرين الناس داروا لها دججة قالوا لها بغينا هذيك سيدة اللي تدري لها قناة ونكتشفوها وتعطينا المعلومات وبغيناها حبناها يعني فكرة القناة جات من عن الناس هما اللي طلبوا أنك تدري قناة ناس اللي طلبوا من العالم مش من المغرب من العالم الناس ديال يعني الجالية الجالية المغربية وهم اللي طلبوا مريم وحد نهار جات عندي قتليها أمال شوفي شنو غدير يخسي حلي قناة تخسيرني هكين وهكين وكين صافرة ما بقيتش لقيا كيفاش غنجاوب الناس غدي تدري قناة وهدي ودي تشورت مع الزوج ديالي رفضوا العائلة ديالي من طبيعة الحال لأنه كيف معرفتي دائما اليوتيوب وهذا أنا دابا حاليا كيجيني اليوتيوب إعلام كيجيني اليوتيوب كيجيني إعلام كيجيني بحلقة أنا الأولى وحلقة أنا الثانية تنقدموا سلسلة تنقدموا برامج فهمتي تنبيونوا التقافة المغربية تنبيونوا المغرب بلادنا بلادنا يعني خسنا نكون احنا بحد الصورة اللي مشرفة اللي كتشرف ماليكنا وكتشرف بلادنا وكتشرفك نفسك ومن بعد هاتشي كله كتشرفك مع الله سبحانه وتعالى ولكن أمان كاللاحظوا أن المحتوى الهادف ما كيلقاش واحد استجابة من عند الناس ما كيلقاش إقبال فشنو السبب في نظارك السبب أن الناس ما بغينش المحتوى الهادف الناس وليو بغين الفضائح وليو بغين روتيني بغين الفضائح بغين بزفت الحويج يعني مثلا ميلي كان قدمنا ميلي كانش لي أنا غدي مدن نشطب فضاري وغدي مدن دي فشيح ويجر كل شي تعرفي طب أنا رغي ولدي لاخرج وغسل لي المماعن وهذا وغدي ندور معك ركنجي كالقاس المماعن يعني أنا ولو بغيت ندير روتيني اليوم رغدي نديره مع ولادي ما نديروش أنا قد نعطي لولدي وغدي غسل المماعن وغدي يكرط راه كل شي رحنا النساء المغربيات رحنا كنا فحلات وكنا حرات يعني المغاربة بصفة عامة را المغربية حرات وفحلات را تحيي المرأة المغربية لا داخل الوطن ولا خارج الوطن بصفة عامة رهما لا شيء قدير الشيء من لا شيء وذكرت يا أمال وليداتك بغينا نوقفوا عند هاد النقطة شوية انتي أم شحل من ابن؟ أنا عندي ربعة دي الأطفال الكبير عنده ما شاء الله أنا أم الأيتام بس أنا غدي اللخصها لك أم للا ربعة دي الأيتام ومشي صعيبة أمال من ربة بيت ما كتتتشتغل موالو تقلبات حياسكم صعيبة صعيبة بزاف يعني بش تكوني مسؤولة على ربعة دي الأطفال وكلهم رجالة مثلا مزي صغيرة عنده عشر سنين تلتاشر عام ستاشر عام تمنتاشر عام كي أعونوكم مفتصورة أمال؟ شوية مرة مرة معده بالقراية وذلك شيركي عارفة مرة مرة ولكن صعيبة المرة بش قد بالمسؤولية ببحدها صعيبة وكنعود نأكد وكنأكد وكنأكد صعيبة على المرة المرة المغربية قدها ولكن احنا معروفين من جدودنا ومن جدود جدودنا أن النساء المكافحات النساء المغربيات المكافحات اللي تيخافوهم الله سبحانه وتعالى وتيخافوه على ولداتهم وتيخافوه على بلادهم وعلى الوطن ديالهم اللي المحيط ديالهم هذا هو اللي كان حبيبتي وبنسبة لك دابا وش كاتت تقدمي غير طبخ المغربي الأسل ولا كاتت تحاولي تنوعي دابا أنا أنا بلدية كيف معرفتي أنا طبخة بلدية ومن بعد يعني طبخة يعني أنا أعزع لي كل لك أي حاجة تتعلق بالبلدي أي حاجة سميته البلدي كتلقية مع الطبخة أمال يعني ما اللي كان ندكره البلدي لف اللباس ديالي لف تقديم ديالي في القناة يعني أغلبية اللبس المقدمة ديالي تيكون باللباس البلدي هاكا كان نبغي نعرف العالم إحنا مغاربة إحنا مغاربة إحنا مشي أوروبا إحنا مغاربة يعني خاصنا نحافظه على التمغربية ديالنا خاصنا نحافظه على القفطان المغربي على الجلاب المغربية على الماكلة البلدية على الحطة البلدية على كل شي كل ما ليتعلق بالبلدي يا فهمتي يعني كل شي خاصو يكون بلدي في نطاق كل شي خاصو يكون بلدي يعني كان بغي نوصل للناس حتى دابا وليت الحمد لله أن بعض الناس في أوروبا كينتدير لهم إرساليات يطلبون مني مثلاً كيشوفوا شي حويس جا عندي مثلاً لحويس جا لابسها كيقولوا لي يا أمل بغينا مثلاً الرانضة مثلاً أمل بغيناك تفصل لنا واحد جلي بديال الرانضة أمل إحنا كنت يقوفك عند ذاك المصداقية كيبغيوا مثلاً كين اللي بغت العطرية كين اللي بغت جلبة كين اللي بغت بحل داب البارح من اللي تصلت بي أنا رفق أراج علال كنتقدى الواحد المتتبعات كنتقدى وكندير إرساليات كنديرهم الخارج الوطن ولكن ماشي دائماً مرة 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 كنديرهم مرة مرة اللي بغت شي حاجة تنكتكمون ديها تنكتقدى لها المسائل وكتب شي لها أمل كبير مرتفعات شنوية سيئلة ليزبري توجيها للناس اللي كيتفرجوا فينا داب أشان نقول لهم ونقول لهم إحنا مغاربة وخصنا نحافظوا للتمغربية دياننا وخصنا نبدلوا العادات دياننا هاد العادات اللي خسرات يعني ولات عدنا عادات خاسرة بالزاف تقاليدنا مبقتش تقاليد المغربية وأنا كنحاول دابا غاد ندير قانات خرى إن شاء الله غاد ندير قانات خرى غاد نديرها متنوعة مدرسة بحل شكل مدرسة لأن ما عندي ناس مثلاً عندي واحد سيدة سيدات أمهات مثلاً كين اللي عنده 60 عام كين اللي عنده 70 عام كين اللي عنده 50 عام كتقول لك بنتي تعلمت منك أنا عندي حفيظي وتعلمت منك أنا معمرني درتك تكسوب هالطريقة اللي درتينتي عمرني ما درت الرفيسة بهالطريقة يعني شي حاجة جديد أنا غادي نحاول ما أمكن غادي ندير واحد للمدرسة اللي غا تكون متنوعة فيها غادي نجمع فيها التقافة المغربية بصفة عامة بالطبخ البلدي الباس البلدي أي حاجة كتتعلق بلدي أي حاجة كتتعلق بالبلدي هذا هو اللي كيني إن شاء الله الله يحفظكم شكرا مزافة أمالة للاستقبال ديالك والرسالة الأخيرة اللي أريد أن نجه المشاهدين ديالنا هو أن اليوتيوب منصة كبيرة فيها الزوين وفيها الخيبة أنت اللي كتختار أنت اللي في إيدك القرار فاش تتفرج فإحنا غا نحاولو أننا نساعدوك أنك تلقى المحتوى الهادف وغا نقدمو لك في كل فيديو صانع محتوى أو صانعة محتوى في المستوى هذا هو الفيديو ديالنا اليوم أتلاقكم في فيديو جديد إن شاء الله قريبا السلام عليكم